مرة اتصل بي الزملاء في المكتب قاله أبو عبدالله في ولد يبغى يزورك في المكتب قلت الله يحيي على الرحب والسعة بس استغربت يعني قالوا لي صغير قلت الله يحيي يعني عادتها ما يجي إلا رجل كبير مثلا أو نحن ما عندنا في جدة مثلا برامج أطفال أو نجوم أطفال ممكن هو يأتي بهم فقلت قلت الله يحيي اتصل علي أو كلم الزملاء قلت خلاص أنا في وقت فلاني موجود على الرحب والسعة فجأني في المكتب تعجبت لما جاءني كان يتقدم أباه يعني صغير عمره 12 سنة بسلام الله يحرم ويتقدم أبوه فأنا صراحة حز فيه خاطر يعني كيف هذا الطفل داس أي ويأتي قدام أبوه ويأتي يسلم علي فسلم علي قال لي كيف حالك يا سبندر أنا فلان الفلاني قلت له حياك الله قال هذا أبويا فسلم علي أبوه وهز راسه قلت له كيف حالك طيب وأشتر لي بيده فعرفت أنه أبو سبحان الله أصم أي أصم لا يتكلم فرحبت فيهم وقلت له قل لأبوك أني أنا صراحة سعيد جدا بجية لنا فقام يشرح لأبوه أنه كذا أبوه مرة مبسط قالوا أنا بالعكس أنا بكم أسعد فقلت له تفضل عندي المكتب فقال لي أبغى أقول لك القصة ليش نحن حريصين على زيارتكم قلت له تفضل قال أبويا لما تزوج أمي يبدو أن أمه كذلك صماء صماء قال فولدت معافا معافا طيبا فأخذوا يفكرون كيف يمكن أن يربونني سبحان الله كيف سيعلموني كيف سيعلموني فأشار عليه أحد أصدقائه قال له قناة المجد قناة آمنة للأسرة وتعلم أطفالك أخلاق وآداب إسلامية راقية جدا دون أن تتكلف العناء يعني فيها 13 قناة منها 4 أو 5 قنوات بس مخصص للأطفال فجاء أبي لنا بقناة المجد فمنذ أن أبصرت الدنيا وأنا المجد أمامي الآن سعدنا به أيوة الآن قال أبي ليش ما نروح نحن نرد الوفاء للمجد فأنا جاي أسلم عليكم و أقول لكم أنا أخدمكم كأن بصفتي مترجم لغة إشارة لأني مع أبي وتعلمتها في أي برنامج من برامج الأطفال ممكن أن أترجم للأطفال فكان يشاركنا في بعض البرامج يترجم للغة الإشارة فأقول حسن العهد من الإيمان والوفاء مع المجد التي قدمت لنا شيئا كثيرا أن نكون نحن شركاء للمجد في نشر هذه الشبكة المباركة و إن شاء الله كل